موسيقى متابعي ميلتي ميديا الإذاعة الجزائرية أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج مسميات في هذه الحلقة الخاصة أسعد باستضافة الأستاذة الدكتورة حياة أم السعد أستاذة تحليل خطاب والدراسات المقارنة بجانعة الجزائر الثنين أشكر في هذه المناسبة الأستاذ علي بورنيسا عميد كلية الأداب واللغات الشرقية الذي أتاح لنا مكتبه لتسجيل هذه الحلقة مرحبا بك أستاذة أم السعد مرحبا بك وميتي ميديا إذاعة ميتي ميديا شو كان على الاستطافة نتمنى أن نفيد إن شاء الله أبدأ معك أستاذة حياة من مفهوم الجندر وقضايا النسوية ما علاقة هذا المفهوم وفي هذا الجزء الأول متعلق بإسم على إسم وعلى مسمى ما علاقة مفهوم الجندر بمفهوم الأقليات أستاذة حياة شكرا لك فعلا هو سؤال مهم جدا لابد أن نطرحه في الآونة الأخيرة لأن مترتبات اجتماعية كثيرة تقوم عليه ولعل الحركات النسوية في أطوارها الثلاث قد مهدت لظهور مسائل الجندر على أساس أن الجندر هو تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة والمجتمعات قاطبة الآن تعاني من تبعات ما قدمته أو ما فاضت إليه الحركات النسوية على اختلافها بمعنى الانطلاق من حق في التصويت إلى الحق في الحرية إلى الحق في المساوات الآن أصبح هذا الحق يرتبط بتقسيم الأدوار لهذا أصبح الجندر يرتبط لا بالبعد البيولوجي امرأة ورجل ولكن بتقسيم الأدوار ما هي الأدوار المنوطة بالمرأة وما هي الأدوار الاجتماعية المنوطة بالذكر وعصرنا هذا هو عصر اختلاط الأدوار بسبب ما تمنحه لنا المجتمعات الآن ما تمنحه لنا تطورات العالم من أزمات هذه الأزمات هي التي تركت هذه المقولة تتفرع إلى معنيين معنى هو مسألة تقسيم الأدوار للعيش في سلام في أسرة يجمعها رجل ومرأة أما المفهوم الذي طرحته جيجيت بيتلر فهو أزمة الجندر أو ارتباك الجندر أو ما يقال بقلق الجندر هنا ندخل في الأقليات هذه مسألة أخرى أما المسألة الحقيقية التي لا بد أن نقف عليها أن المرأة تطورت في هذا المجتمع في المجتمعات القاطبة وأصبحنا نجد أن المرأة أستاذة وطبيبة وحتى المرأة الماكثة في البيت تمارس أدوار معينة ولكن الأمر يطرح حينما تختلط الأدوار بين ما تقوم به المرأة وما يقوم به الرجل هنا احتدمت الصراعات ما الذي يؤدي إلى اختلاط الأدوار ما وصبتني أنت باختلاط الأدوار جميل جدا هذا الاختلاط له تبعات له بدايات له مسارات مسارات إن صح التعبير هي مسارات لا ترتبطوا بالمجتمعات العربية فقط ولكن مهيدة لها في المجتمعات الغربية قلت لك مع الحركات النسوية على اختلافها مع أنتها ينقل الحركات النسوية المشاهدة فهم الفيمينيزم مع أنتها هذه الحركات التي ابتدأت بحق التصويت التي كانت في 1918-1920 ونعرف أن الفرنسيات أصبح لهم حق التصويت حتى 1944 خروج المرأة إلى مجال العمل وعلى بينكم حتى هذا الخروج كان خروجا إن صح التعبير يرتبط بالاقتصاد ويرتبط بالإمبريالية ويرتبط بسياقات تاريخية حساسة جدا وهي أحداث الحرب العالمية الثانية وذهاب الرجال كلهم إلى الحروب إلى غيرها من الأشياء المرأة أصبح محتما عليها أن تخرج إلى مجال العمل حينما خرجت هناك أصبحت هناك المطالبة بالحقوق لأن الحقوق لم تكن متساوية في المعامل في الإدارات في توقيت العمل في الأجر إذن هنا بدأت المرأة تدخل هذه الساحات وتمارس أدوارا كانت في زمن من الإنزمنا كانت حكرا على الرجل لهذا كلما تطور المجتمع تطورت معه أدوار المرأة ولكن المرأة المشكل أنها لم تصنع أدوارا جديدة إنما كانت تعانق أو كانت تسلب الرجل أدواره وهنا وقع الصراع وهنا بدأت الصراعات التي أصبحت المجتمعات المعاصرة تعاني من تبعاتها تعاني معاناة شديدة جدا لماذا؟ لأن الأدوار حينما لا تكون متقاسمة كل يأخذ دور الآخر كل يريد مركزية معينة هنا سؤالك الذي تعلق بالهامش المرأة التي كانت هامشا في زمن من الأزمنا أصبحت وهي تبحث عن حريتها وعن حقوقها تصنع مركزية شيئا فشيئا فشيئا وبالتالي أخذت تلك المركزية تتجذر على حساب من؟ على حساب الأدوار التي أخذتها من الرجل لهذا الدراسات الآن الدراسات أقول دائما دراسات الغربية ولا أقول الدراسات العربية إن كانت طبعا هذه المسائل مطروحة شدا بطريقة شديدة في أوطننا ولكن تابعة إلى ما تصل إليه الدراسات الغربية نعم قبل أن نواصل هذا الحوار الشيق حول تبادل الأدوار وتداخل الأدوار والصراع الذي تطرحه الكثير من المنظمات النسوية وقضايا الجندر فاصل ونعود إليكم متابعين الكرام متابعي ميلتي ميديا الإذاع الجزائرية أجدد ترحيب بكم في هذه الحلقة وأجدد ترحيب بالأستاذة دكتورة حياة أم السعد أستاذة حياة في هذا الركن الثاني من هذه الحلقة وهو ركن مسميات الأشياء نواصل نقاشنا حول قضايا المرأة نحن نعرف أنه منذ سيمون دو تبوار وتنظيراتها المهمة في سياق النضاء المسوي وصولا إلى مصطلح الجندر وقضايا الجندر التي أخذت المطالب تطور الجانب المطلبي للمرأة الذي وصل إلى مواصلته قبل قليل بخلق مركزية مقابل مركزية للرجل في سياق الفلسفات التي حاولت تهديم المركزية في الفلسفات الغربية التي حاولت تهديم المركز وإعادة الاعتبار للهامش ووضعه في وضع مركزية بالنسبة للوطن العربي كيف كان هذا النضال وكيف كان التطور للنضالات العربية في هذا السياق وصد الحياة شكرا على السؤال انطلقت من منطلق مهم جدا من منطلق سيمون دي بوفار الجنس الآخر أو الجنس الثاني وفعلا سيمون دي بوفار كانت تحاول أن تقدم قراءة اجتماعية لأدوار المرأة بمعنى هل تولد المرأة إن مرأة بأدوارها بما تمارسه من طربية الأولاد بمشاغل في المنزل بأطر حددها لها المجتمع سلفا هي إشكاليتها التي انطلقت منها زعزعت بعض الثوابت في المجتمعات الغربية لأنها قالت أن التنشئ الاجتماعية هي التي تجعل من الرجل رجلا ومن المرأة مرأة فلهذا علينا أن نغير هذه التنشئ الاجتماعية وتغير هذه التنشئ الاجتماعية ينطلق من الأسرة لهذا سيمون دي بوفواغ أول شيء انطلقت منه هو ضرورة كسر الأسرة وزعزعة الأسرة ولأن الأسرة هي التي تقنع الحريات وهي التي تجعل المرأة تنشأ على أساس أنها مرأة تمارس أدوارا تجعلها هامشا على المرأة أن تأخذ أدوارها في المجتمع بأن تكسر الأسرة عندما نتحدث عن نسويات العربيات يوجد من هنا من وعين بمسائل أن السياقات التاريخية والثقافية الغربية ليست سياقات الثقافية العربية بل هناك بون شاسع بينهما فلا يمكن أن نأخذ هذه الأقوال بحدافرها لأن مجتمعاتنا العربية أساسها الأسري قائم فعلا على تراتبية معينة ولكن ما هو السؤال الذي من المفروض أن تطرحه النسويات الفاعلات أو النسويات اللواتي يفهمنا فعلا ما هو مفهوم الأسرة عن أي أسرة تتحدث سيمون دي بوفوغ هل أنا كقارئة عربية كذات عربية ذات تنشئة أخلاقية معينة هل سأفهم الأسرة بالطريقة التي فهمتها سيمون دي بوفوغ نطرح سؤال آخر هل حطمت سيمون دي بوفوغ نفسها أسرتها من أجل أن تتحرر من سيطرة أو من الهيمانة التنشئة الاجتماعية التي يسمونها تنشئة بطرقية أو التي تنتمي إلى مجتمعات يكون الرجل فيها هو المركز وهو المتحكم هنا السياقات تختلف والنسويات العربيات نسويات كثر منهن الواعيات ومنهن الإسلاميات ومنهن للأسف من خاض في المشروع الإمبريالي ومن خاض في مسائل ارتبطت بإيديولوجيات صامتة في هذه الحركات فأي صنف من هؤلاء تصدفين جهود دول السعداء والتي لا تنكر في سياق نبال النسوي العربي أنا إذا قرأت وما مدى تأثير خطاباتها في سيرورة التطور نبال النسوي في العالم العربي جميل جدا نويل السعداوي هي تجربة خاصة يعني صدقا وصراحة تجربة انطلقت من منطلق ديبيئة يعني هو من مصر تحديدا وما تعانيه المرأة المصرية خاصة أن نويل السعداوي عرفت المرأة عن كثب وعن قرب وعرفت مشاكلها فبدأت تتحدث انطلاقا من تلك المشاكل الواقعية التي تعانيها أي إمرأة في مجتمعات عربية بطرقية يعني كان الرجل فيها يمارس أدوارا وهنا نفتح قوس مهم جدا الأدوار التي كان يمارسها الرجل في الخمسينيات والستينيات لا يمكن أن نعزلها عن الأبعاد الاستعمارية لا يمكن أن نعزلها عن الأبعاد الاستعمارية حتى في علاقته لأنه لو عدنا إلى مجتمعاتنا العربية قبل الاستعمار كيف كانت وضعية المرأة كيف كانت علاقة الرجل بزوجته بأولادي سنرى أن التراتوبية تختلف الاستعمار ترك وصمات بارزة عندما تتحدث نويل السعداوي عن صراع المرأة وعن معاناة المرأة هي معاناة حقيقية ولكن تطورات التي وصلت إليها عندما دخلت نويل السعداوي وغيرها من دخلوا في هذا الحراك الإيديولوجي بدأت الحركة تتغير وبدأت المسائل تأخذ أبعاد أخرى لا يمكن أن أقيم مشروع نويل السعداوي بكلام إنما يمكن أن نتحدث عن من اجتهد في هذه المجالات وانتقد الحركات النسوية على اختلافها طبعا الحركات النسوية سواء المتطرفة والتي تنظر إلى المرأة العربية بمنظار النسويات الغربيات لهذا لا بد لنا ونحن نقرأ للنسويات الغربيات نطرح على أنفسنا سؤالا مهما هل تمثلنا هذه النسويات؟ هل تتحدثنا عن مشاكلنا أم عن مشاكلهن؟ هل المرأة العربية أو العربية المسلمة تدخل في حيز اهتماماتهن وهن ينظرن لحراك المرأة؟ لهذا هناك مثلا جيل من الناقضات النسويات الإفريقيات أو نسميهم الزنجيات السود ردا على النسوية البيضاء حتى في النسوية يوجد حركات كبيرة جدا جدا ما هي الفروقات بين نضال الزنوج الذي هو نضال مركب نضال نسوي من جهة ونضال ضد العنصرية ضد السود والجنب الأرقي كيف تمثل هذا النضال في الثقافة الإفريقية؟ فعلا النضال في الثقافة الإفريقية وانطلق من أسئلة طبقة واعية وعد وهي تقرأ للنسويات وتحضر حينما كانت تحضر للمؤتمرات بعد مؤتمر بكين وغيره كانت تحضر وترى أن القضايا التي تطرح لا ينظر إلى النساء السودوات لا يطرحوا مشاكلهنة أصلا في النقاش فاعترضت اعتراضات كبيرة يعني مثلما كانت المرأة البيضاء تعاني من هيمنة الرجل الأبيض وأصبحت تعبر وتكتب وكأنها تشمل كل الطبقات وجدت النسويات الزنجيات أن هذه المسائلات تعنيهنة بطريقة مباشرة ولديهن مشاكل أكبر لا تهتم بها النسويات البيضاء فكان الرد بتلك الكتابات وبتبين أن هناك حركة من النسويات السود الواعيات بقضايا هنة هذه القضايا التي لم تهتم بها لهذا كانت تقول سبيفاك التابعة لابد أن تتكلم لابد أن تتكلم ما معنى هذا؟ لابد أولا أن تستطيع سماعها لتعطيها صوتا فتستطيع أن تتكلم نفس الشيء نتحدث فيه عن المرأة العربية التابعة ينبغي أن تتكلم نفاصل ونواصل هذا الحوار الشيء مع الدكتورة حياة أم السعد متابعي ميليتي ميديا الإذاعة الجزائرية وجديد ترحيب لكم في هذا الرقم الأخير من برنامج مسميات ووجديد ترحيب بالأستاذة حياة أم السعد أستاذة تحليل خطاب والدراسات المقارنة على التابعة أن تتكلم وهناك تمزق للذات في النضال النسوي وفق توصيفك في أحدى محاضراتك من أين يأتي هذا التمزق أستاذة حياة؟ شكرا على السؤال التمزق له أبعاد عديدة وهل ينطبق هذا التمزق على النضال الزنجي وعلى العربيات فقط أم هو يشمل كل المرأة في العالم جميل جميل إذا وضعنا يدنا على الجرح علينا أن نرى الواقع فقط هل نقول أن المرأة تعاني من تمزقات وليس تمزق فقط واحد تمزقات هوياتية لأن العالم انفتح بشكل رهيب العالم انفتح في ظل العولمة وفي ظل الإمبريالية الفاحشة التي لا تحافظ على الخصوصيات التي تقمع هذه الفرادة وأرادت أن تجعل العالم كلا واحدا متطابقا هذا أوقع المرأة في تمزقات هوياتية لا يمكنها أن تتجاوزها إلا بمسألة مهمة جدا وهي وعيها بذاتها هذا الوعي بالذات لا بد أن تمتلك هذه المرأة ما نسميه وعيا نقديا يجعلها قادرة على المضي من أجل رد أو من أجل بناء ذاتها لو طرحنا سؤال بطريقة أخرى ما هي أسباب هذه التمزقات الهوياتية ما هي أسبابها نحن نرى أن المرأة الآن تعمل والمرأة تفكر والمرأة طبيبة والمرأة تخرج والمرأة لها مقام تلقت تعليما معينا في مجتمعها فأي تمزقات هوياتية يا ترى يمكن أن ما هي هذه التمزقات الهوياتية التي جعلتها لا تعيش تصالحا مع ذاتها نطرح هذا السؤال على واقعنا أنا حش لا نذهب بعيدا المرأة الجزائرية هل نتحدث عن مرأة من نوع واحد هناك الكثير من النساء هناك الكثير من وجهات النظر هناك كثير من التقلبات الاجتماعية والوظائف ما هو المشترك بين هذه الفئات المتشعبة هو أنهن الكل خرج يعمل الكل واقع تحت مصيادة كبيرة جدا وهي مصيادة الآخر الآخر كيف ينظر إليهن كيف يرهن كيف يتعامل معهن في هذا هذا هو المأزق الأول بمعنى أن المرأة وهي تخرج عن ذاتها وتخرج إلى فضاءات أرحب هل تستطيع أن تسير ذاتها ضمن هذا الفضاء المتشعب فضاء العمل فضاء الأسرة فضاء التربية فضاء التعليم حتى المرأة الماكتة في البيت فضاء الميديا فضاء الأفلام التي تشاهدها كل هذا يترتب عنه تمزق هوياتي لأن المرأة لا تستطيع أن تجعل لنفسها هوية ثابتة تحددها إطلاقا تحددها بالمطلق هذه التمزقات التي نشاهدها نشاهدها على مستوى ذات النسائية والنسوية العربية وحتى الغربية عندما نضعها في سياق النضال الجندري الجندري بما هو تطرف وخلق مركزية وفق ما هو صبته قبل قليل ألا يمكن أن يكون هذا النضال مخلا بالإنسانية ومناقضا لمبدوء من بادئ الإنسانية في عبداتها؟ طبعا نقول لك أستاذ بكريا الجندر بمفهوميه أنا سأبقى في مفهوم الجندر في مفهوم الأدوار وفي مسائل توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة لأن الخوض في مسائل الجندر كما طرحته جوديت بيتلر هو سيقودنا إلى تشوهات في الذات أنا لا أقصد هذه التشوهات لأن هذه التشوهات وافدة هذه التشوهات التي تتعلق بمسائل الجندر بعد أن كتبت جوديت بيتلر كتابها في 1990 تحديدا وبدأت ترجمة ووضعها خلخلة في مصاري النسوية في مصاري النسوية بل أجج صراعات لا حد لها لهذا نجد إمانويل تود في كتابه أوسانتيل الذي أثار ضج كبير جدا عندما يتحدث عن الأزمة التي خلقتها جوديت بيتلر بكتابها قلق الجندر لأنها أخرجت النسوية من مصاراتها الحقيقية وبدأت تطالب بحقوق أخرى الحقوق التي ربما ستسعن دراسات أو مجالس أخرى لتناولها ولكن أعود بك إلى مسألة توزيع الأدوار لأن شوف إمانويل تود عندما يعطينا في كتابه هدية في كتابه أوسانتيل هدوي أين هن تاريخ النساء يبحث في تاريخ النساء عاد إلى مسألة مهمة رصدها في الواقع في الواقع الغربي وسنتحدث عنه في الواقع العربي قلق لماذا كل النساء الآن يمارسنا أدوارا في حياتهن بمختلف مستوياتهن ويمارسنا حرية طلبنا بها لفترات طويلة جدا لماذا تولد العنف ضد النساء أو ما سماه كراهية النساء قلق هناك موجة في المجتمعات الغربية تسير نحو كره النساء ما هي أسبابها؟ ما هي أسبابها؟ هنا دخل مقولة الجندر قال لك أسبابها لأن توزيع الأدوار الآن اختلطا بين المرأة والرجل وهذا الذي يؤجج مختلف الصراعات الموجودة في البناءات الأسارية عاد من أجل أن يفهم الأسباب قال لك ندير دراسة تاريخية أنتروبولوجية عاد إلى المجتمعات البدائية تخيل عاد إلى المجتمعات البدائية وقال لك المجتمعات البدائية الغربية يعني نحن نقدر ندير أيضا دراسة تتعلق بالمجتمعات العربية وعمل الإحصائات والإفريقية لم لا وعمل مجموعة من الإحصائيات التي رصدت أولا العنف الممارس ضد المرأة الغربية قضايا القتل قضايا الضرب قضايا بالسنوات وبالتواريخ وبتصاعد حدة هذا العنف فطرح قال لا بد أن ندق نقص الخطر المرأة حرة المرأة تخرج متى شاءت تعمل متى شاءت لماذا تولد هذا العنف وهذا الصراع المحتدم بينها وبين الآخر الذي هو الرجل قال من أجل أن أعرف السبب علي أن أبحث في التنشئة من البداية تعرف ما أعود بالله إلى المجتمعات البدائية قال لك شوفوا المجتمعات البدائية كانت أفضل كان هناك استقرار عائلي بدرجة كبيرة لأن الرجل كان يعرف أدواره والمرأة تعرف أدوارها هو حدد الأدوار في صنفين صنف الصياد يعني الرجل دوره أن يصيد والمرأة دورها الزراع والفلاح أدوار ويعودان معا إلى البيت ليس هناك مشكلة في تربية الأبناء من يربي الأبناء ومن لا شيء يحدق لك كيف هذا المجتمعات البدائية كانت أكثر مرونة في العيش بسلام داخل أسرها ونحن رغم ما منحه لنا العلم من تطور وما منحته الحركات النسائية أو حركات النسوية من حقوق للمرأة إلا أن المرأة في حقيقتها تعاني قال لك لماذا لا تكتب هذه النسويات عما تعانيه المرأة جراء الحريات المفرطة جراء تدميرها لمفهوم الأسرة وكأنه ينتصر وفق ما تنتصرين لطريق ثالث اللي هو يتحاشى الصراع ويتقاسب الأدوار بشكل سوي كأنه عين ثالثة كان بودينا نتحدث عن العين ثالثة أيضا في مجال يقترب أيضا من مجال الأنساق الثقافية والكولونيالية أشكرك أستاذة حيات أم السعد وقت البرنامج انتهى والعديث معك شيق شكرا جزيلا أستاذة تحليل الخطاب والدراسات المقارنة وشكر موصول إليكم أنتم متابعين ميلتي ميديا أينما كنتم وإلى قضايا جديدة ومسلمات جديدة تقبلوا تحياتي شكرا جزيلا